الوقت هنروح مع حضراتكم المجموعة من الأخبار الخفيفة من برا مصر أو الخبر معانا من الولايات المتحدة الأمريكية شركة متخصصة صنعت طيارة شبه طبق الأقمار الصناعية وعملت لها كمان أول اختبار للطيران الطيارة دي بتسمح لقائدها أنه يطير في السماء بسرعة 160 ميل في الساعة وفعلا التجربة نجحت وطيارة عملت أربع رحلات جوية بامتياز طيب هنروح من أمريكا لبريطانيا وهناك نشوف قصة كده لشاب ساكن في لندن واخترن يكون لي وظيفة مختلفة شوية وظيفته أن هو يقف في التوابير تبور في السوق تبور في السوبر ماركت لو الناس ما عندهاش وقت تستنى وتقف في التوابير هو بيقف مكانها وبيأخذ مقابل ده تقريبا 20 جنيه استرليني فالوظيفة الحقيقة أنه اعتمد عليها بشكل أساسي ورئيسي لأن أرباحها يعني كويسة تقريبا يعني بيوصل ل160 جنيه استرليني في اليوم ما أعتقدش أنه محتاج يشتغل أي حاجة تاني ما هو ما عندهش وقت كمان بقى أما هو ما ضيها توابير أما هو طالما مستفيد والموضوع عمله يعني رأس ميل كويس في اليوم خلاص مش هيدور على شغلانة تاني طيب نروح نشوف مقطع فيديو تم تدوله على منصات السوشيل ميديا بيظهر فيه يوتيوبر أمريكي وهو بيفتح باب الطيارة وبينط منها قبل ما يقع اليوتيوبر ده قرر أنه يوثق هذه المغامرة من خلال فيديو ونشره على حسابه الشخصي على اليوتيوب المغامرة دي عملها من وجهة نظر متابعي عشان يستفيد من أكبر كم من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل الناس اللي عملت السكايدايفينج بيقولون هي ممتعة قوي بس هوا الفكرة كلها في لحظة النزول من الطيارة دي مرعبة كل الناس تحدثت عندها أنه أكتر لحظة مرعبة هو لحظة أنه القرار وبيقى فيه محترف طبعا أنت بتنط معاه فالحمد لله القرار ما بيقاش بتاعك لأنه لو هيعتمد عليك القرار أكيد مش هتنط من الطيارة ويمكن في شرم الشيخ الناس استمتعت بالجو وموضوع السكايدايفين بشكل كبير يعني شوفناه خلال منتدى شباب العالم يعني طبعا وبعدين زي ما يلنا بقولوا احنا حطينا اسمك عشان تنط لطم ده أنا لو دركتين سلم بخاف هنطوهم هنط من طيارة ونخطي بيالك أنه يعني ما كانش بإمكانه أنه يعني رفاهيت اتخاذ قرار مغير لأنه خلاص طيارة زي ما انت شفت الطيارة تحطمت فهو هينط يعني هينط يا ملاش حالي تاني ما هو واخد الموضوع على عاطقه اللي واحده فأعتقد ده أصعب كتير الصراحة ربنا عين ورب اكيد هو اتدرب بشكل محترف يعني ربنا عين ورب وعين عاطقه يا رب طيب نروح للموضوع تاني وحدثة غريبة من نوعها خصلت مع سيدة أمريكية اسمها بورت موس في ولاية نيو هامتشير في يعني كانت كده في رحلة في أوروبا قعدت 11 يوم في إيطاليا وبعدين راحت فرنسا اشترت هدايا كتيرا لصحابها وأهلها وكمان اشترت حاجات لنفسها وبعد لما رجعت البيت بتفتح الشنط بتاعة الهدايا تتفرج بقى وتقسم الهدايا وكده لقيت إنه الكياس كلها مليانة أكل للكلاب والهدايا كلها مش موجودة ستة كانت في حدث زهولي ومعرفتش هو إزاي تم سرق شنطها وتبديل الحاجات جواها وأكيد زعلان على فلوسها وعلى الهدايا وعلى الحاجات اللي اشترتها بتحصل والله يعني هي بتحصل كتير بس كل واحد يخد له كيس من الدرايف فود ده هو مراوح خلاص تقول لهم جبتكوا بديل الهدايا بتقولوا ما عندوش كلابها يعمل إيه بالدرايف فود هو أي حاجة وخلاص من ريحة السفرية يعني طيب فنانة بريطانية واجهت أو حاولت واجهة البيت بتاعها في لندن ليه جدارية من ألف وسيفساء العملاقة وحكت بالرسومات دي سيرتها إذاتية وقصة حياتها كمان الموضوع اخذ وقت منها وصل لحوالي 20 سنة بتعمل كده عشان تشوفوا هذه الجداريات بهذا الشكل اللي بنعرضه قدام حضراتكو على الشاشة عائلة بريطانية حققت إنجاز بعد ما أكملت صنع طائرة حقيقية الأب هو اللي صممها وكمل تركيبها في حضيقة البيت وكلفته 14 ألف استرليني دلوقتي العائلة مستنية فارغ صبر القيام بأول رحلة جوية ليهم بعد الانتهاء من المشروع اللي أخذ منهم تقريبا أو يعني أكيد من الوالد يعني 1500 ساعة عمل على مدار سنتين ألف سلام دلصالوا بألف سلام إن شاء الله أكيد هو متخصص برضو مهاني مش هيقومي اخترع الصبح يعني ما يسأل دلوقتي مشاهدين هنسيبكم أفاصل ونرجع من بعد ونكمل فقراتنا خليكوا دايما مستنين